كثفت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية استمرارا للجهود المبذولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة مطلع العام 2022 هذا وقد تم تفتيش 80 محلا ومنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة وذلك للاطلاع على امتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي وقد أسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 35 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 ألاف دينار بحريني إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقا لقانون القيمة المضافة والذي قد يستوجب غلق بعض المحلات تحفظيا وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والجهاز الوطني للإرادات على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق مشددتين على دعوة المستهلكين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أي مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة